اشتركوا في القناة راح تركي برضو الرابط في صندوق الوصف نضغط والان لو ما عندي اي فكرة او متغلب بفكرة اللوغو فبقدر عن طريق الذكاء الاصطناعي يعطيني افكار لاي لوغو بدي اياه الان بنيجي بنكتب له مثلا وصف معين اه وصف لتصميم لوغو لماركت سيارات باسم النمر على سبيل المثال يعني وبشكل معدني وباللون الاسود والذهبي نضغط انتر ونشوف ايش دي يعطينا بدنا نحذف العنوين الموجودة هون بنكتب له احذف العنوين نضغط انتر الآن بنيجي بنعمل للنص كوبي بنيجي الآن على موقع الترجمة لانو بدنا النص في الانجليزي ندخل على نضغط انتر نضغط انتر انا بنيجي على النص double click right click copy انا بنيجي على موقع التصميم اللي يعمل في الذكاء الاصطناعي اسمه leonardo dot ai برضو راح اترك الموقع في صندوق الوصف leon على launch application بنجيي بنختار image generation او create a new image نفس الشي نتأكد بالاول انه الموديل او style diffusion XL بعد هيك بننزل لتحت من advance control بنختار واحد لواحد عشان اللوغو الان على lebrombit code بنضغط right click paste للنص اللي نسخنا الان generate نستنى عليه شوي طبعا ما بيكون او مش من اول مرة بعطينا نتائج كويسة فبنشوف ايش راح يطلع معنا هسه يعني ممكن الصورة هاي تكون كويسة بنقدر بنعمل generate مرة ثانية او بنختار الصورة اللي عجبتنا من هون نجرب بنعمل generate كمان مرة نشوف ايش النتاج اللي بتعطينا بنيجي بنختار الشعار اللي بنشوف المناسب على سبيل المثال يعني انا شايف فضل الشعار مناسب طبعا في هون شغلات عنا بدنا نشيلها لكن مش من هون بنعملها save بالاول بنعملها حفظ او download تحملت معنا بنيجي بنضغط على بعدها بنيجي بنضغط على upload image from a computer نختار الصورة من هون بنيجي بنسحب هذا المربع بنسحب له تحت شوي بعدها بنيجي بنضغط على draw mask بنضلل هذا الشعار وهذا الشعار كمان في عنا هذا المستطيل بنكتب في background color only وبنضغط generate زي ما تشايفين راحة العلامات معنا بعدها بنضغط على accept الآن بنيجي بنحمل الصورة download image تحملت معنا بصيغة png نشوف كيف صارت زي ما انتم شايفين الآن بنيجي على canva برنامج التصميم بنيجي على create design بنكتب logo بنيجي على upload بنحمل الصورة من الكمبيوتر بنيجي بنسحب الصورة بعد هيك right click set image as background لأنه بنيجي بنضيف text بنضغط على text tone add heading بنضيف النص اللي بدنا اياه مثلا بنكتب tiger بنضللها بنغير اللون هنا طبعا بعطين الالوان النفس الموجودة في الصورة بنختار مثلا هذا اللون نشوف كيف كيف تطلع معنا بنيجي مثلا على effect مثلا نختار outline نختار مثلا نختار هذا اللون كمان هيك اذا بدنا نضيف مثلا نص ثاني نسحب تكست لهون مثلا car cars style نغير اللون برضو نفس الشيء effect الان بنعمل معاينة شوف كيف طلعت الصورة زي ما انتم شايفين اذا عجبنا مثلا style وخلصنا بنيجي على share بنعمل download كمان download بنسميها الاسم اللي بدنا اياه بنضغط save هيك تحملت معنا الصورة على سبيل المثال بدنا نغير الصورة او امتداد الصورة حتى تشتغل معنا على برامج التصميم كمثلا كمان الكورل درو او الاستريتر او الفيتوشوب بنيجي على موقع اسمه بنيجي على موقع اسمه vectorizer vectorizer dot ai نضغط على نضغط الابلود بنيجي نضغط على الصورة هون نستنى عليها شوي هيك الصورة تحملت معنا بنيجي بنضغط على download كمان download زي ما انتوا شايفين تحملت معنا في صيغة اس آآ في جي اللي هي امتدادات لبرامج التصميم آآ وبهيك انتهينا من آآ شرح الدرس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا اذا اعجبكم الفيديو باتمنى آآ تحطونا لايك عليه وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكوا كل جديد وشاكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته